اشتركوا في القناة مادة دراسية جدوى الموعيد بريك فصحة بمعنى اقتصاد منزل دراسات اجتماعية مادة الفن المسرح تربية دينية موانتين مناقشة دراسية مناقشة اجتماعية مناقشة اجتماعية كولتشور ثقافة كولتشور اوغاندا دولة اوغاندا سكول يونيفورم الزيل مدرسي سكول يونيفورم سكول رولز قواعد مدرسية ترانسبورد النقل ترانسبورد سنو موبايل مركبة للتنقل فوق الجليد سنو موبايل دي كلمة مركبة على بعضها جيرني رحلة طويلة جيرني رحلة قصيرة تريب رحلة خلوية قصيرة تريب تي ار اي بي سيباريت يفصل سيباريت لغات لانجويتجز هويات هوبز دي اهم كلمات الوحدة التالية اجين مرة اخرى فافوريت مفضل فافوريت سابجيكت سابجيكت تايم تيبل تايم تيبل بريك 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 هوم اكونوميكس سكو سوشيال ستادز دراما ريليجن المكتع اي قوين جن مونتين دي سكوشن دي سكوشن باريس كالتشور يوغاندا سكوشن يونيفورم سكوشن سكوشن ستادز سنو موبايل سنو موبايل جيرني سيباريت لانجويتجز هوبز زروف التكرار زروف التكرار هنا معينا يعني ازروف التكرار بقى بتستخدم فيه فور اكزامبل على سبيل المثال ترجمة الجملة هي دائما ما تزاكر بجد لاجل الامتحانة هي تزاكر بجد عشان الامتحانة اللي همنا في الجملة دي هي ستادز الفعل جيبينهم always دائما يدل على تكرار حدوث الفعل يبقى تستخدم ظروف التكرار مع زمن المضارع البسيط للتعبير عن عدد مرات تكرار حدوث الفعل يعني ظروف التكرار هنا always always whenever sometimes في يوم الجمعة يبقى ظروف التكرار بتستخدم للتعبير عن عدد مرات تكرار حدوث الفعل لازم نحفظهم كويس السؤال على بقى عدد المرات ده السؤال بسيغة how often كم مرة ما تسأل عن عدد المرات هنسأل بسيغة how often تكملت الجملة طبعا في الآخر question more كلامة الاستفاهة يبقى how often how often تستخدم للسؤال عن عدد مرات التي يتقرر فيها فعل ما في زمن المضارع البسيط للإجابة طبعا هنستخدم ظروف التكرار اللي هم الخمسة المهمين اللي قلتلكوا عليهم قبل كده لازم نحفظهم ونحفظ معناهم كويس هيبقى السؤال how often الإجابة فيها ظروف التكرار يأم always or never sometimes usually often واحدة من الخمسة دول لو أخذنا مثال for example على سبيل المثال how often does he do his homework كم مرة هو يفعل أو يؤدي الواجب المنزل هو بيعمل الواجب المنزل بتاعه كم مرة الإجابة he always does his homework هو دائما ما يكتب الواجب المنزل ممكن كمان نقوله he never does he usually does he sometimes does he often does وهكذا جزء الثالث من الوحدة الثانية بيتكلم عن سابوسيزيف صفات الملكية استخدام أباستروف اس طبعا الأمثلة هي اللي هتوضح الفرق بين أباستروف اس وأس أباستروف إزاي نستخدمهم وإزاي كمان نفرق بينهم وبين belong to a girl's name a cat's tail a girl's name بمعنى اسم البنت a cat's tail زي للقطة يبقى أباستروف اس تستخدم مع الأسماء المفردة والأشخاص والحيوانات أباستروف اس تستخدم مع ايه الأسماء المفردة والأشخاص والحيوانات a girl's name ضفنا أباستروف اس بعد كلمة girl cat's tail إضافة أباستروف اس بعد كلمة cat عشان هي اسم مفرد أشخاص وحيوانات the girl's school cat's legs هو هو المثال بس فيه حاجة بسيطة جدا حصلت girl's girl هنا فيه اس الكلمة ذات نفسها جامعة ومنتهية بس طبعا في الجامعة الجامعة القاعدة المنتظمة بيننهي الكلمة المفردة عشان نحولها الجامعة بتبقى بس يبقى الكلمة فيها اس هنحط أباستروف اس مش هينفع لتسهيل بقى الكتابة والنطق هنقوله the girls بدل ما تبقى أباستروف اس هنضيف أباستروف بس وهكذا cats legs هنا المثال ده أوضح شوية كلمة cats كلمة جامعة مفردة cat cats كطط دفنا ايه اس بس سوري دفنا أباستروف بس بعد الاس بعد اس الجامعة يبقى cats legs تستخدم أباستروف اس مع الأسماء الغير المنتظمة وغير المنتهية باسم man's jacket cats نهاية الكلام أول خلاصة أباستروف اس بتستخدم معه الاسم المفرد للتعبير عن الملكية أشخاص وحيوانات سواء كان الاسم ده شخص أو حيوان وبتستخدم أيضا معه الأسماء الجامع بس الجامعة مش المنتظم الجامع المنتظم بيبقى نهايته اس دوت بندفله أباستروف بس إنما الجامع غير المنتظم بيبقى كلمة شزة عادية جدا مفاش اس في الآخر فبندفله أباستروف اس زي المفرد بالضبط تعمل معاملة المفرد وهكذا في مصطلح تاني بقى belong to بيعبر عن ملكية this is Alice bike هذه هي دراجة علي هي هي equals بتساوي this bike belongs to علي بس في نفس الوحدة دي speaking asking and answering questions about school and timetable الوحدة بتتضمن أسئلة عن مدرسة وجدول المدرسة والإجابة عليها طبعا الأسئلة دي مهمة في الوحدة لو قلنا سؤال مثلا when do you go to school when بمعنى متى school مدرسة متى تذهب إلى المدرسة الإجابة I go to school at seven أنا أذهب إلى المدرسة السابعة صباح الساعة السابعة أكيد صباح what subjects have you got on Monday ما هي المواد التي تحصل عليها أو تأخذها يوم الاثنين الإجابة we have got math, english, science and Arabic يوم الاثنين بناخده ايه؟ رياضيات و لغة انجليزية و علوم و لغة عربية what time does math lesson start on Sunday في اي وقت حسة الرياضيات بتبدأ يوم الأحد ايه لو نلاحظ هنا الايام بتاخد قبلها حرف الجر on و دي ملحوظة مهمة جدا الإجابة جات it starts at nine a.m. تبدأ الساعة التاسعة صباح دي كانت الأسئلة المهمة عن الوحدة و دي مراجعة الوحدة كلمات تانية عشان هي مهمة favorite subject timetable break home economics social studies drama religion mountain discussion various various عديد او متنوها جاية من variety تنوها culture youganda school uniform school rules transport snowmobile journey separate languages hobbits بس و جزء التاني زروف التقرار و جزء التاني زروف التقرار ثالث صفات الملكية و أخيرا أهم الأسئلة والإجابات و دي كان مراجعتنا النهاردة الوحدة التانية أتمنى تكونوا استفدتم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و كانت معكم ميس أميرة جود باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر